اهلا بك يا رار حكيلي بقى عن المفادرة دي ايه بقى هي قطرة امل مع يعني اتعملت عشان اول حاجة يعني فتحت اناي على الموضوع انه كان عندي واحدة صاحبتي اتجوزت وانا كنت عارفة خطبها بقالنا سنين نعرفه يعني حابوا بععد وكل حاجة وإيه كلاس وكده وضربة جاملة اوي 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 في اول الجواز يعني ما كانوش كمله معداش اول سنة ونص تقريبا من الجواز فذي كانت اول حاجة تبينلي ان اصلا دي حاجة موجودة ومجودة في مجتمعنا ويعني تفتح لي عيني على الموضوع وبعد ذيها بتاديت ادور شوية في الموضوع اكتر بتاديت اقبر الحالات وبعد ذيها قلت طيب انا عندي دلوقتي على السوشيال ميديا كان ساعتها تقريبا عندي عشر تلاف فولور ممكن استعملهم ان انا بين لهم حاجة انا شفتها وغيرت منظورتي شوية لطريقة اللي انا ببص فيها لمجتمع بس عملت كده ومن هنا ابتدت الحملة طيب انتي فيه اكيد شكاوي كتيرة بتجيلك زي اللي حصل مع صاحبتك انتي بتعالجيها ازاي لا انا بشوفش ان انا دوري ان انا عالج انا لما جيت اقبل قبلت مية وخمسين حالة مية وعشرين منهم كانوا في الثلاث اجزاء كعون في ضد المرأة اللي انا اخترتوا اللي هو اللي عون في ضد الزوجة وقضايا خادش الحياة وقضايا الاختصاب وبعد كده يعني انتي دورك ارشادي فقط اه انا بس اصلا لا ولا ارشادي حتى انا بس ببقيل لهم ده موجود وبيحصل والارقام كذا لو في حد عايز يغير جو اهد بس طب ما بتقدم لهمش اي نصايح نا انا مش انتي بتعرضي الحالات فقط بعرض الحالات فقط لان انا مش انا مش سيوليجزت عشان اعالجهم ماشي يا بابا بس انتي المفروض لما تقولي حالة حصلت ايه سبابها كان ايه لانه مش كل رجالتها كده اه لا بنقول كل اسباب وا بنقول مسلا احنا من الحالات اللي قابلناها او حتى تعالى بس نقول حاجة حلوة اللي ععمف ضد المرأة والنسب الحكومة المصرية بطلعها الفرق ما بيبقاش كبير أكبر فرق كان فاصل خمسة في المية فده يعتبر انه احنا كحكومة مصرية بتاعترف ان فيه مشكلة ونحط ايدينا عليه لما نيجي تسالاتي الدوق ما ينفعش ان انا كمدونة اقول انا مثلا شايفا كل اللي بياخده مقدرات بيعملوا عنف لانه ده مش مبدئين ده مش صح اه فيه جزء كبير بيبقى سبب مخدر او شرب خمور وكده بس انا مشكلة ان انا فيه ناس بتمشوا ورا كلامي وينفعش ان انا اقولهم لكي انا اقدر اعملوا اقولهم مثلا ايه من اللي بياخدوا مخدرات مثلا نسبتهم كذا بيبقوا بيمرسوا العنف من اللي بيتجوزوا مثلا من اللي بيحصلوا ضدهم عنف وهما صغيرين كبنات لما بيكبروا نسبتهم كذا بيقبلوا العنف على نفسهم كده طب شايف ايه سبب التفشي الظاهرة ديارة؟ هو مبدئين يعني الكتاب بيقول يعني انه ما بخصوصا احنا السنة يعني 2017 2018 زي لو مفروض ان مصر هتزيد مش هتقل لانه لما بيحصل ظروف سياسية او ظروف اقتصادية او ظروف مجتمعية زي مثلا لو مثلا لو مثلا في بلد احنا مثلا في مصر عندها نسبة الإدمان عالية لو في مخدر مثلا ما بقيش موجود خالص 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 اثبت عالميا انه بيحصل انكريس في الفايلنس اغانست هومن عشان طب رانا انتي بش شايفة ان في بعض الستات بهمة اللي بيتسببوا ان ازواجهم يمرسوا ضدهم العنف؟ انا اللي انا شفته واللي تعلمته انه الجهل مش ان انتي متعرفيش تقريه وتكتبيه انا اكتشفت لأ اكتشفت احنا بنوحي المدرسة مدرسة دي بتخليكي عندك دروية شوية انك تعرفي تفكري يعني انا كان في ودي مش حالة واحدة دي كزا حالة بيتضربوا وبيتعملوهم عاهات وفي منهم بياخدوا اللي هو غرس بقى في دماغهم وعظمه بيتكسر وكده وترفع قضية خلع اللي هي بتاخد سنة وبتلجأ بقى المؤسسات المدنية عشان تترك انا سؤالي انتي من الحالات اللي جاتلك لما بتبحسيها بينك وبين نفسك بتحسي ان فيه ستات ما هو بقى فيه الستات دي بيبقوا بعد كل ده يعني هي خلعيته خلاص بعد سنين بقى ومحاكم وكده بتروح رجعي له تاني فدي؟ لا مش قصدي كده برضو ما هي ممكن ترجع له لعدة اسباب لانها ما عندهاش يعني عندها ولاد مش عارفة تصرف عليهم منين او هي ما بتشتغلش او او يعني فيه اسباب كتير لكن انا قصدي اقولك ان فيه ستات بتستفز الراجل للدرجة ان هو فعلا طبعا ده مش صح مفروض الراجل يبقى يعني عصابه ويمسكها شوية لكن فيه ستات مستفزة جدا ما هو هو سواء يعني هي رو استفزتو هي استفزتو بقى ما استفزتوش بقى ديها على فكرة انا بشوف ان سهلة قوي زي ما لو راجل بيدرب ما هو اسهل حاجة كمان ان الستة تروح ضربة وهو ده مش حل من الموضوع طبعا